مدرسة خان أو الخان الأحمر المختلطة باتت تجسد رمزا لصمود البدو الفلسطينيين شرق القدس المحتلة بوجه الاحتلال فقد بدأت المدرسة العامة دراسي الجديد قبل أوانه متحدية قرار الاحتلال بهدمها والذي من المنتظر أن ينفذ في الثالث والعشرين من هذا الشهر هي الفرصة الوحيدة لهؤلاء الطلبة ليحظوا بحقهم في الجلوس على مقاعد الدراسة لكن هذه الفرصة لربما ستغدو في مهب الريح لو نفذ الاحتلال قراره بهدم المدرسة أو إغلاقها السبب بابتداء العام الدراسي في وقت مبكر بسبب التهديدات التي وصلت للمدرسة أنه سيتم إغلاقها هذا العام الدراسي فتوجهت وزارة التربية والتعليم بالدعوة إلى فتح أبواب المدرسة حتى نتمكن من تحدي قرار إغلاق هذه المدرسة ليست المدرسة الهدف لكنها باتت تشكل البؤرة التي استطاعت جلب اهتمام وانتباه لعالم أجمع للتجمعات البدوية الفلسطينية الخمسة في المنطقة هذه حيث يرون بأن هدف الاحتلال هو اقتلاع آخر نقطة وجود فلسطيني يشكلونها هم وتقف في وجه مشروع الاحتلال المسمى بالقدس الكبرى هذه المدرسة صارت صمود لكل البدو شرقي القدس صارت بؤرة للتركيز الإعلامي على المعاناة لأنه الهدف تفريغ هذه السفوح من البدو لحتى يكون حدود بلدية القدس هو البحر الميت من القدس حتى البحر الميت في حال أغلقت المدرسة سيعود هؤلاء الطلبة لامتهان رعي الأغنام ذكورا أو للجلوس في المنزل للإناث منهم مواصلة صعبة الرعاة ريحة والعزرية كمان صعبة لا يوجد خيار في البيت هي الأساس أنها ثبتتنا في التجمعات ونهدمت أنها سنترحل منهم إذا ما فيش مدرسة نظل قادم في البيت إذا ما هدوها نفلي خيار خيار ما نقودها سيحرم الجميع واحدا من أهم الحقوق الأساسية للإنسان في حال أغلقت المدرسة أو هدمت كما سيحقق الاحتلال مبتغاه بتشتيت انتباه العالم عما تعانيه هذه التجمعات البدوية في الطريق لإتمام المشروع الذي يجعل القدس الكبرى تمتد من القدس إلى البحر الميت في مدرسة مبنية من الطين والإطارات المططية يواجه الطلاب من أبناء التجمعات البدوية الخمسة شرقية القدس احتلالا يحاولوا تهجيرهم واقتلاعهم وحرمانهم من التعليم من منطقة الأخان الأحمر شرقية القدس المحتلة حافظ أبو صبر